كبشة مفاجآت فجرها دونالد ترامب المرشح الرئاسي الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية في المؤتمر القومي بتاع الحزب الجمهوري اللي أعلن فيه اختيار دونالد ترامب مرشح رسمي للحزب خلال المؤتمر ده حصلت شوية مفاجآت في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية مجموعة من التصريحات اللي أطلقها دونالد ترامب خلال هذا المؤتمر وضعت النقاط على الحروف الكثير من قضايا الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن خلال التصريحات دي أعلن عن حربه الشرسة جدا ضد أوكرانيا وضد حلف الناتو وقال أنه هو يتخذ حزمة قرارات صادمة جدا للكثيرين على الساحة سواء إذا كان في أوروبا أو في كل أنحاء العالم خلونا نتوقف عند ذلك الذي حدث وتطورات الأوضاع في قلب الولايات المتحدة الأمريكية لكن قبلها شاروا لايك للفيديو ده وكمنتك الجميل أنا أحمد عبدالهيدي وانت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة أطلق مجموعة من التصريحات الخطيرة جدا اللي محتاج كل جزء فيها لوقفها أعلم طبعا عن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لمنصب الرئيس وطبعا في أول خطاب علان له بعد محاولة اغتيال يوم السابق اللي فيه اتكلم عن محاولة الاغتيال بتاعته كل كلمة قالها دونالد ترامب أكدت ذلك الذي طرحناه منذ اللحظة الأولى في أعقاب محاولة اغتياله قلنا بالحرف الواحد أن المسألة ديت فيها إن ووضعنا علامات استفهام عند محاولة الاغتيال قلنا بالحرف الواحد إن المسألة مرجح إن هي مصرحية ليه؟ لأن دونالد ترامب بالملابسات بكل اللي حصل بيؤكد ذلك عبارة عن مصرحية تم الترتيب لها مع أجهزة الأمن ومع الكثير من مؤسسات الدولة العميقة اللي بعض الناس بيقولوا إزاينا كنت تتكلم عن مؤسسات الدولة العميقة وتتصور أن هناك صفقة قذرة ما بين دونالد ترامب وما بين مؤسسات الدولة العميقة اللي بيحاربها دونالد ترامب من أجل عمل محاولة اغتياله لا صداقة دائمة لعداوة دائمة في كل العمل السياسي خاصة في البزنس أصدقاء اليوم من الممكن أن هما يكونوا أعداء الغد والعكس الصحيح وبناء على إيه ساعتك الدولة العميقة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللوبيات التي تحكم مراكز صناعة القرار في قلب الولايات المتحدة الأمريكية اللوبيات المصالح، اللوبيات السلاح، اللوبيات المخدرات، اللوبيات السياسة، اللوبيات الإعلام كل اللوبيات واللي هما بيمتلكوا مراكز صناعة القرار وبيتحكموا فيها الدولة العميقة دي تسبوكم من حتة أن دونالد ترامب بيحارب الدولة العميقة والكلام الفاضي ده كله الراجل أساسا ما عندوش مانع أن هو يعقد الصفقات القزرة مع الشيطان نفسه في سبيل أن هو ينجح لأن لو لم ينجح في الانتخابات دي الإمبراطورية المالية بتاعته هتنتهي إلى الأبد ولذلك سيقوا تماما أن هو عقد الصفقات القزرة مع اللوبيات دي بالتريليونات لأن مقابل ذلك هيكسب تريليونات أخرى صفقات صفقات مدفوعة الأجر مقدما أو صفقات يعني مؤجلة الدفع فالتصرحات بتاعته حوالين محاولة الاغتيال بتاعه بيقول فها إيه بينما كان قد أدار رأسه لرؤية شاشة كبيرة تعرض بيانات عن المهاجرين خلال فطرة الولاية بتاعته سمعت صوت أزيز عالي وشعرته بشيء يضرب أزني اليمنى شوية تعور بسيطة كده يا بوحة حاجة ضربت ودانه قلت لنفسي ما هذا لا يمكن أن تكون سوى الرصاصة لما الحاجة جت جنب ودانه خدشته مرت إهداء يكونش ده رصاصة ده التفكير أو هو ده اللي قاله دونالد ترام أربع خمس رصاصات اتنشوا ورى بعضيهم البيكان بيفكر في النص ما بين رصاصة والتانية إهداء يكونش ده رصاصة قلت لنفسي ما هذا لا يمكن أن تكون سوى رصاصة وحرك يديه اليمنى إلى أزن ووجدها مغطاب الدم دم ده قبل الرصاصة التانية متيجي وقال أنه أدرك على الفور أنهم يتعرضون للهجوم وسقط على الأرض بينما كان الرصاص مستمر في التطاير خمس رصاصات اتنشت ورى بعضيها ما هذا؟ ده أكيد رصاصة فشاف الدم نزل بقى تحت المنصة لو لم أحرك رأسي قبل إطلاق النار لما كنت على قيد الحياة الآن كد ألا أكون معكم في هذا المؤتمر وأوضح أن هو رفع يده اليمنى بعد إطلاق النار لطمأنط الحشود لافتا إلى أن بعض الحضور جريوا لأن هم فكروا أنه هو مات بعد إطلاق النار يا حلولين فكروا أنه هو مات بعد إطلاق النار ثم نزل تحت وقعد يدور على الجزمة مستر بريزدنت يلا عشان نطلعك استنوا الجزمة بتعتي فين راجل مفروض أنه هو ما يعرفش محاولة الاغتيال رابط الجأش مستقر هادي جدا حط يده على الدم وابتاع وتفرج ما هذا ونزل الجزمة بتعتي فين لقد عثرت عليها سيد الرئيس ده اللي هو الراجل بتاع الأمن فتداله الجزمة لبسها ثم طلع للناس وعمل القبضة بتاعته كده شفتوا محاولة الاغتيال الواحد في محاولة الاغتيال ما بكونش عارف إيه اللي بيحصل وما بكونش مركز جزمة هي أبو جزمة الولايات المتحدة هو بقى بيقول بدأ بقى يهاجم أمريكا أمريكا لديها قيادة فاشلة وقال أنه هو هيغلق الحدود في اليوم الأول من الولايات التانية بتاعته وينتهي من بناء الجدارة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة اللي هو بينه بين المكسيك وتعهد بإجراء أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا وتحدث عن الزعيم الكوري الشمالي وقال أنه هو يفتقده صراحة ربنا الراجل ده وحشن معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن دونالد ترامب خلاص قرر أنه هو يقطع كل الخيوط بتاعة العلاقات اللي بينه بين الدول الغربية والتحالفات اللي بناها أو التحالفات اللي بناتها أمريكا ضد كوريا الشمالية وضد روسيا وضد الصين اتكلم عن كيم جنغون وحشن جدا الراجل ابن الإيدا وقال طبعا طبعا في هجوم على السياسة الخارجية الأمريكا وحشني أنا مفتقده وأكيد هو كمان مفتقدني يبقى معنى ذلك أنه هيكون هناك تقارب ما بين أمريكا وكوريا الشمالية قال لا والتنسيق اللي عمل جو بايدن بينه وبين كوريا الجنوبية ومع اليابان ضد روسيا وضد دولا أخرى لا ساعدتك بمجرد ما دونالد ترامب ييجي خلت وخلتك وتفرأت الخلات بزنس اس بزنس وبناء عليه أوروبا معادش في حاجة اسمها دعم الأوكرانيا شيلين وأنا هفضل أدافع عنك ضد أوكرانيا لأن أوروبا دلوقتي متورطة في المستنقع الأوكراني لأن هي عارفة كويس جدا أن لو فلادمير بوتين حقق الانتصار النهائي والأخير يبقى معنا زي ما هما بيقولوا هيعد على أوروبا ويكوش عليها وهتصبح أوروبا مهددة لأن هما وضعوا نفسيهم في كافة الخصوم وبناء عليه أمريكا شغالة مع دول أوروبا دفاعا عنهم مقابل تريليونات الدولارات اللي بتندفع سواء في شكل أسلحة بيتم شراءها أو في أشياء أخرى فدونالد ترامب من وجهة نظره لا شيلوا الليلة أنا مقعدش هدفع مقعدش هحمي كل واحد ينعي مصلحته بنفسه كوريا الشمالية هيكون هناك رباط وعلاقة وطيضة جدا معاها وقال دونالد ترامب على كيم جنغو أونزا عن كوريا الشمالية أتفق معه وقد يرغب في رؤياتي مرة أخرى أعتقد أنه يفتقدني أيضا وقال دونالد ترامب أنه سيعمل جاهدا على إنقاذ الديمقراطية من أجل كل الأمريكيين وقال عازمون على توحيد أمريكا وقال أن أمريكا بتعيش وقتا صعبا بسبب الإدارة الحالية وقال أنه نحن عايشين أزمة تضخم حقيقية في ظل إدارة هذا الرجل اللي هو قصيدا طبعا جو بايدن ورأى دونالد ترامب أن إيران الآن باتت على مسافة قريبة من امتلاك السلاح النووي معنى ذلك أنه يقف ضد إيران يا رانعوز سلاح نووي ادفعين ثم قال أنه الهجوم على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كان في المنصب وتعهد مجددا بإنهاء الحرب الأوكرانية لو فاز وتعهد أيضا أنه هينهي كل أزمة دولية خلقتها الإدارة الحالية وهيوقف الحروب باتصال هاتفي في الإشارة طبعا للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك هينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعني الراجل جاي معاه أجندة مختلفة تماما تعالوا نشترك في مصلحة واحدة مش هدفع فطورة الآخرين هيوطد العلاقة مع روسيا طبعا بالشكل ده الراجل بيشن حملة هجومية شارسة جدا على أوكرانيا لأن أوكرانيا معتمد اعتماد كل وجزئي على الدعم الأمريكي لأن أمريكا هي التي كانت طوط الأوامر للدول الغربية دعموا أوكرانيا وقفوا جنبها كون أن أمريكا على لسان دونالد ترامب وفي حال تفوزوا في الانتخابات بتقول هنهي الحرب هتنهي الحرب بأي شكل بأي طريقة بأي نظام دونالد ترامب ضد دعم أوكرانيا وبالتالي هيشيل إيده عن أوكرانيا وفي ذات الوقت هينهي هذه الحرب بتوطيد العلاقة مع روسيا وهيرجع المياه المجريهة مرة تانية هيوطد العلاقة مع كوريا الشمالية خاصة وإن كوريا الشمالية أبرمت اتفاقية عسكرية مع روسيا النتيجة هذا العالم الموجود حاليا المبني على تحالف الناتو هيتنسف تماماً حرب ضد أوكرانيا وضد الناتو شوفوا حضراتكم أيضاً في نفس المؤتمر ده كان إيريك ترامب اللي هوه نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان ألقى خطاب في مؤتمر الحزب الجمهوري كشف السطر أيضاً عن معلومات أخرى قال إن دونالد ترامب اتعرض للرقابة وتم حزفه من تويتر وإنستجرام والفيسبوك بينما لا تزال المنظمات الإرهابية موجودة على تلك المنصات والد اتعرض لحملة افتراء بلا رحمة الانتقام الكبير لينا إن احنا ننجح حملة افتراء طبعاً دونالد ترامب كان قال إن جو بايدن استثمر واستغل القضاء الأمريكي تصفية لحسابات مع دونالد ترامب يعني إيه ساعدتك؟ يعني ساعدتك؟ ما فيش حاجة اسمها عدالة ما فيش حاجة اسمها مؤسسات قانونية ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية بصحيح ما فيش حاجة اسمها دولة القانون في دولة المصالح في اللوبيات أريك ترامب كشف السطرة عن ذلك ومن قبله أبوه كشف السطرة عن ذلك على الجانب الآخر جو بايدن أبلغ عدد من كبار الأعضاء في الحزب الديمقراطي موقع إكسيوس الإخباري الدولي أن الرئيس جو بايدن والذي يعزل نفسه حالياً بعد إصابته بفيروس كورونا طبعاً نشك أنه هو مصاب بفيروس كورونا دحجة في سبيل أنه هم بقى يعزلون والذي يعزل نفسه حالياً بعد إصابته بالفيروس يتشبث بموقفه علناً مش هتنازل عن الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه يستسلم سراً للضغوط المتزيدة خاصة وإن نتائج الاستطلاعات استطلاعات الرأي كانت سلبية وكانت ضد جو بايدن وأكدت ارتفاع أسهم دونالد ترامب وحملة التدقيقة التي لا تطاق مما يجعل من المستحيل عليه موصلة الحملة الرئاسية بتاعته وبناء عليه هينسحب عامة قريب طبعاً خطة التخلص من السيد الرئيس تم البدء في تنفيذها عن طريق الحزب الديمقراطي نفسه زي ما تم تنفيذها عن طريق الحزب الجمهوري عند مصرحية محاولة اغتيال دونالد ترامب وإحنا مصررين أن هي مصرحية البعض يقتنع أو ما يقتنعش دي بتاعته والطبيعي أنه إحنا لازم نختلف مع بعضينا عشان نوصل لنقطة اتفاق لكن كنا احنا أول ناس اللي أعلننا عن ذلك بعدنا توالت التحليلات في نفس الاتجاه أول تصرحات لدونالد ترامب بعد قبول ترشيح الحزب الجمهوري له لمنصب الرئيس ترامب يتحدث عن محاولة الاغتيال ويغازل كامجان غوان ترامب عن ولايته الجديدة سأغير كل شيء الراجل جايب بأجندة فظيعة سوف أنهي الحروب بهاتفي وسأغلق الحدود خطة دونالد ترامب للداخل والخارج ترامب يتوقع فوزا مزهلا في الانتخابات ويعد بأفضل أربع سنوات في تاريخ أمريكا طبعا هينهب من كل دول العالم ويحط في كرش الشعب الأمريكي توقعت بن سحاب جوبيدن من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع ضماضة ترامب سرقت الأضواء في مؤتمر الحزب الجمهوري طبعا كل المتابعين وكل المؤيدين بتوعه حطه دماضات كده على الأزن اليمنى زي ما هو حاطت تضامنا معاه إيريك ترامب والد تعرض لحملة افتراء والانتقام هيكون بالفوز بتاعه مفاجأة في مؤتمر الجمهوريين مصارع يدعم ترامب بطريقة مميزة اللي هو هو هوجين طبعا قلع الأميز بتاعه قطعه وقال خطاب حماسي زي كل الخطب اللي كان بيلقيها أثناء المصارعة بتاعته في حلبة المصارعة ثم قطع الأميز بتاعه وظهر طبعا كلمة دونالد ترامب وتأييد هوجين له باراك أوباما على جو بايدن التفكير جديا في الانسحاب من الانتخابات الرئاسية كده المسألة خلصت على الرغم من أن جو بايدن هو الصديق الصدوق لباراك أوباما تقدروا حضراتكم كده تقولوا أن الانتخابات اتحسمت لدونالد ترامب وأن الخطط بتاعت دونالد ترامب سوف يتم البدء في تنفيذها فور دخوله البيت الأبيض اشتركوا في القناة